التوسع في الإنفاق في البنية التحتية عشان أبني بلد وتبقى جاذبة للإستثمارات لازم في الأساس يكون عندي بنية تحتية الدول دي استثمارت ما بين 20% ل 40% من الناتج المحلي الإجمالي بتاحها على مدار عقود في بنية تحتية أعدوا الصين 40% أقل دولة من اللي أنا شرحتوهم كانوا بيتكلموا من 20% ل 25% بينفقوا لمدة لا تقل عن عقدين من الزمان على بنية تحتية بهذا الرقم عشان يقدروا أن هم ينهضوا والأهم كل هذه التجارب النجحة كانت بتقودها قيادة لديها رؤية وإصرال على التنفيذ في كل الدول دي وإن هذه القيادات استطاعت أن تبني الأساس أن بعد ما مشت استمرت الدولة على نفس المنوال ما تراجعت ولا تعثرت دول خمس ثوابت الثابت الخامس زي ما قلت لحضراتكم أن التجربة ما بتخلص في خمس سنين والعشر سنين لأن دايماً بنلاقي تساؤلات بتظهر أحياناً من بعض الناس والمفكرين بيقولوا متى يشعر المواطن المصري بثمار التنمية والنهضة الشاملة وإحنا لسه تجربتنا كلنا إحنا بنتكلم في تسع سنوات وبالرغم من كل التنمية والتطوير اللي حصل ولكن دايماً بيثار طب هو إمتى يبقى إحنا يعني نبصل لأن إحنا نبقى دول زي الدول دي إحنا لسه بنقوله كل هذه الدول أقل مشوار في أي دولة منهم استغرق على الأقل عشرين سنة أنا عايز أقول لحضراتكم من الصين هذه الدولة العظمى النهاردة انخفضت معدلات الفقر فيها وأعلنوا أن إحنا بدأنا انخفض معدلات الفقر بعد اتنين وعشرين سنة من الشغل المتواصل في برنامج التنمية الشاملة للصين يعني اتنين وعشرين سنة الصين شغالة ولسه نسب الفقر كما هي في هذه الدولة